اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن في الانترو كلمنا على طبعا السوبر الفرنسي وكيف فاز باريس تان جرمان على نانت كمان على مستوى السوبر الالماني وفوز باير مونيخ على لايبسيك وعشان نتكلم اكتر على البايرن نتكلم على الكرة الالمانية ونتكلم كمان على ساديو مانيه الصفقة المدوية للبايرن معانا عبر سكايبي طبعا راينرد مورير ده طبعا لعيب كبير جدا في البايرن في السنوات السابقة وكمان لاعب نادي شتوتجر ودلوقتي حاليا المدير المساعد مدير الفني المساعد لي طبعا فريق اوغسبورج الالماني راينرد مساء الخير بنرحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي شكرا لكم وشكرا على توجيه الدعوة مساء الخير عليك كابتن هاني رامزي تحية كبيرة لك وتحية كبيرة لكل جماهير قناة النادي الاهلي لان اعتقد ان الاهلي احد افضل الاندية في الوطن العربي وقارة افريقيا وهذا فخر لي الظهور على شاشة الافضل في افريقيا وتمنى ان يعود الاهلي في قادم الموعيد الى مستوى المعهود احنا سعداء راينرد بوجودك معنا على شاشة قناة النادي الاهلي وكننا بنتكلم اكيد على الكرة الالمانية وبنتكلم اكيد على البري سيزون والاستعدادات وكاس السوبر في الدول الاوروبية وهنتكلم معك على فوز البايرن على ليبسيك شايف البايرن ازاي هل سيستمر البايرن في حصد البوندزليجا بسهولة عايز اعرف رأيك في دوت وعايز اعرف كمان رأيك في الساديو ماني ما هي الاجواء واصداء او ردود الافعال على مستوى الجماهيري حتى لقدوم ساديو ماني من ليبربول بكل سهولة نتحدث عن مباراة السوبر الالماني دعنا نبدأ بمباراة السوبر كانت مباراة رائعة من جانب البايرن اعتقد ان في الجيم الثاني على الشوت الثاني كام لايبسيك بعمل مباراة جيدة لكن كانت انتهت الامور لكن خمسة ثلاثة كانت نتيجة صعبة على جماهير لايبسيك الالماني الجزء الاخر ساديو ماني شفت ازاي اول تايتل او اول بطولة ساديو ماني مع البايرن وهل ساديو ماني هيعوض غياب نجم كبير جدا جدا زي ليباندووسكي وانتقاله الى البارسة شايف ازاي ساديو ماني وهل قادر على تعويض هداف الدوري العلماني المدت يمكن الخمس سنوات اللي فاتوا ليباندووسكي وانتقاله للبارسة لا يجب ان نقارن روبرتي ليباندووسكي وساديو ماني لان كلا اللاعبين مختلفين نتحدث عن المستوى ونتحدث عن الامور الفنية ونتحدث عن الطرق المختلفة لكل لعب لكن اعتقد ان تعويض روبرتي ليباندووسكي صعب جدا بالنسبة للبارسة لكن دعني اتحدث بكل صدق عن ساديو سوف نرى ما اذا سيقدم اشياء مختلفة مع البايرن ساديو ماني في الموسم القادم لكن بكل تأكيد سيكون اضافة للفريق البافاري واعتقد ان سيكون صفقة كبيرة ومهمة للفريق الألماني لكن اذا ما تحدثنا في الايام الماضية كما ساديو ماني بعمل بطولة كبيرة وهي اول بطولة يحصل عليها اللاعب على الفريق البافاري لكن لدينا لعبين اخرين ككومان واتوماس مولر سيكونون بجانب ساديو ماني وسوف يسعود لناه كثيرا على الظهور بمستوى رائع مع الفريق اعتقد ان اللعب بجانب هؤلاء اللاعبين اتحدث عن كومان ومولر سوف تشاهد نسخة كوية للباير راينارد مع الاسماء الكبيرة اللي انت بتقولها اضافة لجنابري بنتكلم على كلها اسماء كبيرة سانية بتتكلم على كلها نجوم كبيرة جدا ولكن السؤال اللي عايز اسأله لك وده مش من عادة البايرن يعني البايرن دايما وانا عارف ان الكرة المانية في الصفقات ما بتجيبش صفقات بمبالغ كبيرة عايز اعرف الصفقة الكبيرة دي لخت بصفقة قدرت بحوالي 80 مليون يورو وانتقاله مليوفينتوس للبايرن هل البايرن غير من الاستراتيجي بالنسبة لانتقالات اللعيبة وبدأ يخش في صراع الكبار بارقام كبيرة ويعني زي ما بقول اول مرة يمكن من سنوات طويلة ان فارق البيع والشراء في المركات وان البايرن بيخسر يمكن صرف ملايين كتيرة جدا عايز اقولك الرقم بالزبط يمكن باير ميونيخ صرف 137 مليون يورو على التدعمات وعملية البيع تمت ب58 مليون يعني فيه خسارة تقريبا 57 مليون يورو في انتقالات اللعبين للبايرن هل ده استراتيجية جديدة هل البايرن الهدف الأساسي الموسم القادم هو الحصول على دور الأبطال بكل طبع نعم وبكل تأكيد وهو الهدف الوحيد للإدارة الألمانية وإدارة البوفاري والفوز ليس فقط بكأس ألمانيا أو الصوبر الألماني لأن هذه الكووس يفوز بها فريق مثل بروسا مونشين جلدباك لكن هناك أيضا فرق وصلت للكوارتر فاينال لكن أعتقد أن النسخة القادمة من الدور الألماني ستكون قوية وأعود إلى السؤال الذي سألته وطرحته بالنسبة للأمور المادية والأمور المالية أعتقد أن كل الأموال التي صرفت على اللاعبون والفلوس أيضا الذي تم من خلاق بيع روبرت الباندوسكي هذه حدثت موازنة في خزينة البايرن لكن أعتقد أن البايرن في المستقبل سوف يكون قوي وقوي جدا ولن سيكون سهل المنال خاصة في دور الأبطال أعتقد أن الصفقة الأقوى كانت من نجة نظر هي ديليخت التعاقد مع ديليخت من اليوفي سوف تكون إضافة قوية للبايرن وأعتقد أيضا جرافين بيرش سوف يكون إضافة قوية للبايرن لكن الجميع في بايرن ميونك يعمل في بيئة كبيرة وبيئة عظيمة مهما كان اسم اللاعب ومهما كان اسم الصفقة كما تحدث معهم المدير الرياضي يجب أن نلعب من أجل البايرن صحيح راينر خليني أسألك سؤال كمان على مستوى البوندزليجا كاملة كمسابقة البوندزليجا يمكن كان لها الشرف أن نلعب في التسعينات وأوالي الألفية في البوندزليجا وكان يمكن يسبق فقط الدور الإيطالي يعني كان الدور الإيطالي ثم يليه الدوري البوندزليجا انت شايف كيف يعود تاني البوندزليجا للمنافسة على صدارة الطوب فايف ليج نتكلم على البريميال ليج نتكلم على الدوري الأسباني هل من في المستقبل القريب سنرى كمان البوندزليجا في مستويات تنافس البريميال ليج وإيه اللي ناقص الدوري الألماني لهذه المنافسة أعتقد وعرى من وجهة نظر أن البوندزليجا هو نمبر ون هذه من وجهة نظر لأن البوندزليجا دوري قوي ودوري قوي جدا لكن إذا ما حدثنا عن الدور الفرنسي هناك فقط باريس سان جرمان والأموال التي ينفقونها والميديا وكل شيء وساعد ذلك على الدوري لكن هل دوري الفرنسي أقوى من الدوري الألماني تعتقد ذلك لكن تحدثنا عن الدوري الإنجليزي وأنتحدث عن الدوري الإنجليزي أنت على حق في هذه الأيام إذا ما تحدثنا عن لغة الأرقام ولغة الأموال الدوري الإنجليزي هو الأفضل لا يجب أن أنكر ذلك ما فيه شك طبعا الدوري الإنجليزي على مستوى الأرقام هو الأفضل على العالم وحتى على مستوى المباريات على مستوى المنافسة من هنا عايز أسألك هل خلاص احتقار البايرن للبوندزليجا بيعطي شيء من الملل وشيء من يعني عدم الاهتمام بالبوندزليجا هل دورتمون قادر مرة تانية للمنافسة على تايتو والفوز بالبوندزليجا الموسم القادم بالعمل أنت على حق بكل تأكيد البايرن يسيطر ويهيمن وهذا حق البايرن لكن التحدي مفتوح للجميع وكرة القدم متاحة للجميع يجب أن تلعب جيم كثير الشيء الأفضل في الفريق الباباري هو أن البايرن يستمر يستمر في حصد النقاط لأن الدور لا يلعب فقط مباراة رائعة أو مباراتين لا يعني ذلك أنك سوف تكون البطل لكن كل شيء متاح وأعتقد أن هناك العديد من اللاعبين الأقواء في الفريق الأخرى لكن أعتقد أن البايرن سوف يسيطر وسيهيمن هذا ليس لصعوبة لكن أعتقد أن لا يزيق قادر على السمود أمام البايرن ودورتمون شاهدنا ذلك كمبارات السوبر برغم غسارة لايبزيك لكن أعتقد أن البايرن سوف يستمر ولديه فرصة كبيرة في السيطرة لأعوام كثيرة طيب عايزين راينر كمان على مستوى النادي أنت طبعا المدرب المساعد لفريق أوغسبرغ عايز عرف تطلعاتك للموسم القادم وأهداف هذا النادي من خلال وجودك كمدرب مساعد أهداف الموسم القادم أي كنت في العام الماضي مدرب مساعد لأوغسبرغ وما زلت أعتقد أن طموحاتنا طموحات كبيرة جدا ولدنا العديد من التحديات وأتحدث دائما مع المدرب وأتمنى وطموح القادم هو أن أكون الرجل الأول هذا الشعور كبير عندما تكون المدرب المساعد ثم تستوى إزباح الرجل الأول أتمنى أن نحصل على هذه الفرصة نحن نعمل ونعمل كثيرا راينر لسه كان فيه أخبار جديدة عن بعض الأندية في البريميال ليج براندفورد على سبيل المثال تطمع في الحصول على خدمات اللاعب المصري عمر مرموش شايف عمر إزاي من خلال وجوده في البوندز ليجا وحصوله كمان على أفضل لعب شاب في البوندز ليجا شايف إزاي عمر مرموش هل سيبقى في البوندز ليجا العام الموسم القادم مع فولسبورد أو الانتقال إلى أحد الأندية في البريميال ليجا أعتقد بالنسبة ليه كاما بعمل موسم رائع الموسم الماضي مع شتودغار كان في فترة عارة وعاد إلى فريق الآن لكن خطوة مهمة لعمر مرموش إذا ما ترك البوندز ليجا إلى واتفورد لكن أعتقد أن واتفورد ستكون خطوة سيئة لعمر مرموش لأن واتفورد ليس في الدور الإنجليزي واتفورد هبط إلى دور الدرجة الأولى تشامبيونشيب برينتفورد لا هو طبعا الاهتمام من برينتفورد الوافد الجديد من السنة اللي فاتت وقدم موسم أكثر من رائع برينتفورد رغم سعوده من تشامبيونشيب لكن أثبت قدارة في البريميال ليج برينتفورد هو ونوتنهام فورس كمان مهتم بهذا اللاعب في البريميال ليج ومش في التشامبيونشيب أعتقد بالنسبة له أن يبقى في ألمانيا ويبقى في البوندس ليجا لأن أصبح نجمه ساطع في البوندس ليجا وأتمنى أن لا يرحل إذا كان يجب عليه الرحيل من الأفضل الله العام بعد القادم يجب أن يبقى العام القادم أتحدث عن هذا العام الذي سوف يبدأ خلا سبيع ثم سينتقل إلى العام القادم إلى الدور الإنجليزي لأنه يجب أن ينتقل إلى نادي كبير لأن الأندية التي ذكرته كنوتنجهام فورست وبرينتفورد لا تليق باسمه لأن أعتقد أنه يقوم بعمل أشياء كمينة كالدريبلينج والسرعة والمراوغة لعب رائع محترف مصري كوي جدا عمر مرموش يستطيع أن يلعب في أي دور في العالم راينر قبل أن نختم معك عايز أعرف رأيك عامة في الكرة الألمانية والمنتخب الألماني وهل هانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني قادر على المنافسة لكأس العالم القادمة خلال شهور قليلة هل المنتخب الألماني على الطريق صحيح؟ دعني أكون صريحة معك أنا لست بالمشجع لهانز فليك ولا أؤيد وجوده كمدير فني للناسيونال منشف لأن هانز فليك ليس الرجل الأفضل لهذه المرحلة للمنتخب الألماني لأن لديه مشاكل تكتيكية وفي تيكنيكا أتمنى أن يسمع هذا لأنه قام بعمل أمم أوروبية سيئة جدا ودور الأمم الأوروبية أن تشاهدت الواجه الشاحب للمنتخب الألماني لس هناك مستوى ثابت طب راين أرمين فوقت نظرك المدير الفني المناسب بعد رحيل لوف أعتقد أن هانز فليك يجب أن يستمر في عزين مرحلة الأفضل ليس هناك وقت للتغيير هانز فليك هو الأفضل مرحلة التغيير الآن ستكون صعبة لنا راينر بنشكرك شكرا جزيلا لاعب بايرن السابق وشتوتجارت والمدرب المساعد في أوسكبورد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي في المحترف شكرا جزيلا مدي جامد بيأبطع بين داس كلها وواضح أنه هو كمان من مشجعي البايرن عايز أسمع رأيك على تعليقاته خاصة في موضوع عمر مرموش وهو بيقول أن عمر إمكانياته تأهله أن يلعب في أحد الأندية الكبيرة في البريمير ليج مش دلوقتي يعني يستمر في البوندز ليجا وكمان سنتين ثلاثة ممكن يكون موجود في أحد الأندية الكبيرة عايز أسمع إجابتك بعد الفاصل اشتركوا في القناة